أهلا بكم من جديد أكد قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم أنه لم ينقطع عمل جهاز المخابرات السودانية ولا منسوبيه منذ اندلاع الصراع العسكري مع الدعم السريع في شهر أبريل الماضي وأوضح البرهان عند زيارته مقر جهاز الاستخبارات السودانية أنه لم تتوقف جهود أفراد المخابرات ولم تنقطع المعلومات لحظة واحدة وكانت سببا في نجاح الضربات الموجعة لتمرد الدعم السريع كما شدد البرهان على أن تاريخ الخامس عشر من أبريل مثل نقطة فاصلة وأن سودان ما بعد هذا التاريخ ليس هو سودان ما كان قبله في سياق متصل شدد قائد الجيش السوداني في خطاب له أمام قوات الشرطة في مدينة بورد سودان أن الحرب الدائرة هناك هي لخدمة أشخاص محددين وأنها ستنتهي عاجلا وأن هناك استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب وأن السودان اليوم يواجه مؤامرة كبرى تستهدف وحدته فما هي آخر التطورات الميدانية في الحرب في السودان ولماذا حرص البرهان على الإشارة إلى وحدة السودان وعلاقتها بهذه الحرب منذ الخامس عشر من أبريل الماضي يخوض السودان غمار مرحلة خطيرة في تاريخه فالحرب الدائرة هناك جراء تمرد ميليشيات الدعم السريع لم تهدأ وطيرتها على الرغم من عشرات الهدى والمبادرات والوساطات التي هدفت لوقف أعمال القتال بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع فما يزال القتال متركزا في العاصمة الخرطوم ومناطقها الثلاثة الحضرية الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ففي هذه المناطق الثلاث تتركز غالبية المؤسسات الحيوية في البلد العربي والإفريقي الذي يعد سلة غذاء المنطقة نظراً لإمكاناته وثرواته الطبيعية الهائلة ومع اتساع نطاق الحرب من الخرطوم للمناطق الحدودية مثل الأبيض وغرب دارفور والجنينة يظهر جلياً حجم الأخطار التي تهدد الدولة السودانية ولسيما مع توقف عجلة الاقتصاد في هذا الصدد صرح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن بلاده تواجه مؤامرةً كبرى وأن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان كما أشار لدور الشرطة السودانية في المرحلة المقبلة من الحرب وذلك في أول كلمةٍ له في بورت سودان بعد عودته من مصر حيث دع البرهان إلى التكاتف من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد الحرب فكيف ستبدو أدوار الشرطة السودانية في تلك الفترة ولسيما مع ارتكاب العديد من الجرائم في الخرطوم ودارفور على أيدي ميليشيات الدعم السريع حسب ما أعلن البرهان ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة السمانية وظل رئيس تحرير موقع الحاكم نيوز كما ينضم إلينا أيضاً من القاهرة عماد سنوسي رئيس تحرير موقع نبض السودان أبدأ مع أستاذ عماد سنوسي حديث الفريق أول البرهان حديث حاد للغاية العبارات التي يستخدمها على مدار تقريباً الأيام الثلاثة المنقضية لا تشي بأن هناك احتمالية للذهاب إلى حل سياسي ما الذي يقصده الفريق أول البرهان بهذه العبارات الممتدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة القاهرة الأخبارية حيثاً اليوم السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان في زيارته لقوات الشرطة ولرئاسة المخابرات العامة أطلق حقاً تصريحات قوية وتصريحات ساخنة أول حقاً كانت عدة رسائل الرسالة الأولى كانت للمجتمع الدولي بأن السودان الآن يواجه مؤامرة كبيرة جداً ولو ما حدث تكاتف من كل المكونات الداخلية والخارجية سيتفتت السودان الرسالة الثانية كانت لمواطني وشعب السودان بالاستعداد لمرحلة لما بعد الحرب الرسالة الثالثة كانت لقوات الدعم السريع وأكد فيها البرهان بأن الجيش ماضي في إطار دحر هذه الميليشيا وإذا لم تنصع ولازم تسلم سلاحة وإذا لم تنحاز إلى السلام هذه العبارات أنا أفتكر أنه رسائل واضحة جداً في بريد الأشخاص الذين تحدثت عنهم الآن ولكن قوات الدعم السريع الآن هي الرسالة تهمة برؤية واضحة فلابد لقوات الدعم السريع أن تستجيب لنداء القائد العام بتسليم الأسلحة بتاعتها والجنوح إلى السن أنا سألت حضرتك عن العبارات الحادة التي يستخدمها الفريق أول برهان الحديث بعبارات واضحة تماماً بأن هناك تمرد مسلح وبأن دحر هذا التمرد سيقضي على أحلام بعض الطامعين الذين ورطوا السودان فيما وصلت إليه الأمور لماذا يحرص الفريق البرهان على استخدام هذه العبارات دون الوقوف في مرحلة أكثر هدوءاً ربما توطئة لما يمكن أن يقال عن حل السياسي التصريحات البرهان حاجة أن تنزل بخطر كبير يواجه السودان في مرحلة القادمة إذا لم يكن هناك تحرك من كل الفعاليات الموجودة على مستوى السودان والفعاليات الدولية سيكون هناك خطر قد يفتت السودان التصريحات السيدة البرهان كانت واضحة في هذا الاتجاح تهديداً ويعلم حاجة بالخطر التي يواجه المواطنين السودانيين وتواجه الدولة في تفكيك مؤسساتها نفسها سواء كانت المؤسسات السياسية أو المؤسسات العسكرية أو المؤسسات الاستراتيجية للدولة ما زال الدعم السريع حتى الآن يحتل الأعيان المدنية وما زال يحتل بعض المؤسسات المدنية التي تقدم الخدمات للمواطنين هذا الخطر إذا استمر سيهدد كيان الدولة السودانية برمتها وسيعجل من انهيار السودان حديث البرهان كان في هذا الاتجاه حديث واضح جداً إذا لم يكن هناك تحرك واضح من كل الجهات سواء كانت السياسية على مستوى السودان والفعاليات الخارجية سيكون هناك خطر كبير يواجه السودان أستاذ السماني هل تراجعت حضوظ الذهاب إلى خطوة وقف إطلاق النار ولو كانت خطوة مبدئية حتى لأغراض إنسانية أو وقف إطلاق نار طويل الأمد مع التصريحات الشديدة التي يطلقها الفريق أول البرهان نعم تحية لك سيد أحمد وتحية رضيفك سيد عمى السنوسي على هذه الاستضافة أعتقد أن تصريحات البرهان اليوم وتأكيداته بأن تشير إلى أن القوات المسلحة تنسك تماماً على ذمام الأمور حتى أن تصريحاته بعد خروجه من القيادة وتجوله في الولايات المختلفة وزيارته إلى مصر لم يشر بصورة واضحة إلى أن هناك مفاوضات يمكن أن تعقد ولكنه أكد على أن السودان يواجه مليشيا متمردة ويواجه تمرد خطير جداً يهدد أمنه واستغراره لذلك أن القوات المسلحة منذ اندلاع الحرب هي ظلت تدعو إلى الحوار وتدعو إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض ولكن الطرف الآخر ظل يضماطل حتى ما تم التوصل إليه من توافق الطرفين في محادثات جدة أن الطرف الآخر الدعم السريع لم يلتزم بتلك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين لذلك أن القوات المسلحة ظلت تمضي في طريق الحسم هذا التمرد والوصول إلى أمن واستغرار ونظر إلى ما بعد الحرب لإعادة الإعمار وإعادة المؤسسات المدنية والمؤسسات المختلفة الأخرى لذلك أعتقد أن ما أشار إليه البرهان أو حتى أن فيما يتعلق بالمحادثات أن حتى الذين كانوا يرعون هذه المحادثات هم الآن تراجعوا عن هذا الأمر مما يثير يعني عدة تساؤلات حولها لماذا لم يتم الدعوة مباشرة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء هذا الوضع في السودان لذلك أرى أن البرهان عندما أدل بهذه التصريحات يريد أن يرسل رسالة واضحة بأن القوات المسلحة في استطاعاتها حزم هذا التمرد والوصول إلى تنظيفه من كافة الأراضي السودانية هناك نقطة لا يمكن إغفالها وسأطرحها على كلا الضيفين الكريمين أستاذ عماد مسألة الحديث عن أن هذه الحرب قد تقود إلى تفتيت السودان هذه مسألة بالغة الحساسية وبالغة الخطورة والسودانيون في عموهم يتعاملون مع هذه القضية بقدر بالغ الحساسية ما الذي كان الفريق أول البرهان من الإشارة إلى هذه النقطة؟ البرهان من حديثه لتفتت السودان جراء هذه الحرب كان صريح جدا في عبارته أنه إذا لم يتم تدارك هذا الأمر سينهار السودان ولن سيكون هناك سودان كذلك تصريحاته في هذا الاتجاه خصوصا أرسلت رسائل محددة إذا استمرت الحرب لن يكون هناك سودان أنا أعتقد أن تصريحات البرهان في هذا الاتجاه قد تنزر بكارثة كبيرة إذا لم يتم تدارك هذا الأمر وإذا لم يكون هناك جهود دولية وجهود من الأطراف السياسية التي حقيقة تتجول هنا وهناك دون الاكتراس إلى ما يدور في السودان ودون الاكتراس بحال المواطنين إذا نظرنا الآن إلى مستوى الوضع الإنساني نرى أن الوضع الإنساني فيه تظاهر دائم وفيه تظاهر مستمر في كل ساعة وفي كل يوم هناك نقصحات على مستوى المعينات الطبية هناك نقصحات على مستوى المعينات الغذائية كل هذه الأشياء قد تنزر بكارثة كبيرة جدا أساس الذي لأجله قدر الفريق أول البرهان أن هذه حرب قد تأتي على وحدة السودان أو على سلامة التراب الوطني السوداني بالكامل في الحقيقة تحرك البرهان من القيادة العامة لاستشعاره بالخطر الكبير الذي ينزر بالتفكك وتفتيت السودان لذلك البرهان نعى عن نفسه الخروج من القيادة العامة والوصول إلى مناطق عسكرية إلى أن وصل إلى بور سودان وحتى أن وصل إلى جمهورية مصر العربية أو التقى بشقيقه عبد الفتاح البرهان للمباحثات في هذا الأمر تحديدا أنا أفتكر أن خروج البرهان نفسه هو عالم بحجم الكارثة التي قد تقود الحرب إلى هذه المراحل بعيدة لا يمكن تداركها أستاذ السماني مع تركز الحرب في الخرطوم فوجأ الكل بأن هذه حرب لذات الأسباب أو ربما لأسباب أخرى فتحت في الجنينة وفتحت في نيالة هذا في غرب السودان ثم فتحت أيضا على حين غرة في جنوب كردوفان وفي النيل الأزرق مع الاشتباكات التي حدثت مع الجبهة الشعبية لتحرير السودان جبهة عبد العزيز الحلو هل هذا هو الخطر الداهم الحقيقي الذي لأجله يخشى الفريق أول البرهان أن تمتد تأثيرات الحرب إلى وحدة السودان ولا هناك أسباب أخرى نعم أعتقد أن هناك أسباب أخرى خاصة أن أعتقد أن المهددات التي كانت تهدد وحدة السودان ستجاوزها الجيش من خلال تصديه لمخطط قوات الدعم السريع منذ قيام الحرب في 15 أبريل الماضي عندما كانت تزعى إلى الاستلاع على السلطة والغرض على رئيس المجلس السيادي لذلك عندما فشلت هذا المخطط سعت قوات الدعم السريع إلى إضعاف الجيش داخل الخرطوم فأجعلت الحرب في غرب دارفور في جينينة وبعض المناوشات التي حدثت هنا وهناك في شمال دارفور في الفاشر وكذلك في شمال كردفان في مدينة الأبيض وبعض المناطق الأخرى أضف إلى ذلك أن هناك تحرك أيضا من الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو في محاولة من الطرفين الحلو والدعم السريع لإضعاف القوات المسلحة في القرطوم وبالتالي يسهل عليها الوصول إلى السلطة واحتلال الغيادة والغرض على البرهان أعتقد أن الحديث البرهان حول الخطر الذي يهدد السودان قد تجاوزته هذه الأحداث التي حدثت خاصة أن المخطط كان أكبر من ذلك ولكن المناسبة حديثه اليوم جاء عندما ألتقى ذرعين أسنين مهمين في القوات النظامية وهما قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لذلك كان الهدف من هذه التصريحات هو أن التفى الشعب السوداني حول القوات النظامية المختلفة وأشار البرهان في الحديث السابق إلى أن كان سنده الحقيقي في هذه الحرب هو الشعب السوداني لذلك يريد البرهان من خلال هذه التصريحات أن يكون هناك مزيد من الالتفاف مع القوات المسلحة أو مع الشرطة ومع جهاز المخابرات وأشار في حديثه إلى أن المخابرات العامة لعبت دور مهم جدا في حسم كثير من المعارك كذلك يريد أن يتضاعف دور الشرطة في الفترة القادمة لحفظ الأمر والاستغرار في الحياة في المناطق المختلفة إلى احتمالية تفتيت السودان أو أنها أخطر من الواقع الراهن حديث ربما يكون في إطار تشريح الموقف لكنه ليس خطرا داهما كما فهمت من حضرتك هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح باحتبار أن هناك وعي مجتمعي وكثير جدا من المواطنين الآن يدركون حجم الخطر الذي يواجهه السودان فلذلك كانت هناك مهددات وكانت هناك مؤشرات إلى أن يمكن أن يتحول هذا الصراع إلى صراع قبلي ولكن الواعي الشعب السوداني وإدراكي لحجم المخطط أبعد هذا الأمر مما يشير إلى أن لكن هو حاكم دارفور نفسه من يرحل السودان ودخول الصراعات قبلية أن يتحول الأمر في هذه المناطق دارفور إلى احترابات قبلية وصراعات إثنية بالفعل وهذا ربما أيضا يشكل قضية حساسة للغاية على المستوى المناطقي على المستوى الإقليمي وحتى على مستوى التركيبة الديمغرافية في دارفور لا أعتقد لا أعتقد ذلك أستاذ أحمد لأن الأمر غد لا يتحول إلى صراع قبلي كما يتوقع الكثيرين ويدعو الكثيرين أن هناك الكثير من الجهات تريد أن تستمر هذه الحرب بشدة أنواعها الدعم السريع عندما فشرت في الخطة ألف الخطبة تلجأ الآن إلى خطة أخرى وهي الترويج لمسألة أن الصراع يتحول إلى صراع قبلي وكذلك يزعى الدعم السريع لمحاولة إثارة النزع القبلية وكذلك إثارة العنصرية والجهوية فهذا هو المخطط الذي يشير إليه البرهان بأن هناك بعدما فشرت الحرب ميدانيا وعسكريا لجأ الدعم السريع إلى إثارة النزع القبلية والنزع الجهوية والنزع العنصرية لمزيد من التوتر حتى تتحول هذه الحرب إلى حرب قبلية ولكن كما ذكرت أن وعي الشعب السودان ويدراكي إلى حجم المخطط المخطط الذي رسمه الدعم السريع سيفشل هذا المخطط وكما فشل مساعيه في الاشتلاع على السلطة والغبض على رئيس المجلس السيادة والاستلاع على الغصر الجمهوري والقيادة العامة وكثير من الأحلام التي رسمها الدعم السريع في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي أستاذ عماد سنوسي يبقى السؤال الذي سيبقى مدودا ما بقيت هذه الحرب ما التصور الأمثل الذي تفضله القوات المسلحة السودانية في الوصول إلى وقف إطلاق النار أن يكون وقف إطلاق النار دائما أو وقف إطلاق النار صامدا حتى وإن كان لأغراض إنسانية في الحقيقة سيد رئيس المجلس السيادة ظل ينادي بالسلام وظل ينادي بإيقاف الحرب بالدوم في كل المرابر الذي تحدث فيها ودعا كذلك الدعم السريع نفسه إلى السلام السيد رئيس المجلس السيادة كان رأيه واضح في هذه الحرب منذ اشتعالها بأنها هي حرب عمسية ستنهي السودان وستدمره وكان شرطه الوحيد لإيقاف هذه الحرب هو أن تخرج قوات الدعم السريع من هذه الأعيان المدنية ومن منازل المواطنين ومن المؤسسات الخدمية التي تخدمهم هذا الشرط الوحيد الدعم السريع يتمسك أن يظل في منازل المواطنين ولا يتحرك في أي اتجاه وظل يمارس الانتهاكات ضد المواطنين العزل وكما تعلمون في كل يوم نرى أن هناك انتهاكات في دخول لمنازل المواطنين وقتلهم وتشريدهم ويحرص على احتماع بالمواطنين نفسهم كدروع بشرية في مواجهة الجيش أن يفتكر أن الدعم السريع الآن انتهى تماما في ولاية الفرطوم الآن بقية القوات التي تقاتل تقاتل من غير أي هدف إذا كان الدعم السريع يضع واحد من أهدافه هو اعتقال للسيد الرئيس مجلس سيادة هذا الهدف قد انتهى تماما الآن الدعم السريع تمارس في انتهاك صريح والسرقة ونهب كل ممتلكات المواطنين كما يشاهد المواطنين نفسهم أن كل ممتلكاتهم الآن نهبت من منازلهم وتم احتلالها من قبل الدعم السريع الدعم السريع الآن حاير وفي صدمة كبيرة جدا جراء انتقال البرهان من القيادة العامة إلى بورسودان كذلك هناك حالة إحباط كبيرة جدا من اختفاء قاية قوات الدعم السريع هذا الاختفاء حير حقيقة قوات الدعم السريع نفسها هم الآن يحاربون بلا أهداف يتواجدون في ولاية الخرطون بلا أهداف حتى أنهم 95% من قوات الدعم السريع الآن تلاشت تماما ذات النقطة سأحولها للأستاذ السماني أستاذ السماني ما الصيغة المثلة ما التصور الواقعي القياسا بحالة التصلب الجارية لأن مغادرة المصالح الحكومية والأعيان المدنية والمؤسسات الصحية يبدو أنه شرط مرفوض من جانب الدعم السريع حتى هذه اللحظة هل هناك تصور مع هذا الواقع يمكن أن يرضي الجيش السوداني في الوصول إلى وقف الإطلاق النار نعم أعتقد أن قوات الدعم السريع إذا لم تستجب لهذه المطالب بانسحابه من المسلسات المدنية ومن منازل المواطنين ومن كافة الأحياء أعتقد أن قوات العمل الخاصة الآن تقوم بعمل كبير جدا وقد شهدنا خلال الأيام الماضية العمل الذي ظل تقوم به قوات العمل الخاص تنظيف هذه الأحياء من تواجد الدعم السريع وقد شهدنا وتابعنا ما يحدث لهم من عمليات فرار وخروج جماعي من الكثير من الأحياء كذلك أن حاولت هذه القوات الهجوم على سلاح المدرعات أكثر من 8 أو 9 مرات من غرض تحقيق نصر معنوي أو تحقيق دخول سلاح المدرعات لرفع الروح المعنوية لقواتها لذلك أن الآن الهزائم التي تلقتها قوات الدعم السريع من العمل الذي تقوم به قوات العمل الخاص مسنودة من القوات المشاوة وبعض القوات الطيران وغيرها من القوات استطاع من كسر جناح قوات الدعم السريع وأعتقد أنها ستستجيب لأي خطوة تدعو إلى حوار أو تدعو إلى أجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل الوصول إلى وقف دائما لإطلاق النار والدخول في العملية الإنسانية والعملية السياسية ولكن تصريحات رئيس مجلس السيادة كانت واضحة بأنه لا يضع يده مع أولئك الذين دمروا السودان وشردوا المواطنين وعاثوا في الأرض فزالا فلذلك أن الآن قوات الدعم السريع تبحث عن يعني هو تصريح مفهوم تماما أن يكون وقوات المسلحة السودانية لفرول من هذا المازق تخوض هذه الحرب لكن ماذا لو ترح الأمر ضمن صيغة أو تصور أكثر جدية بأن هناك حاجة ماسة لأن يتوقف الطرفان عن الأعمال العسكرية وأن يذهب مباشرة إلى وقف الإطلاق النار كيف يمكن فهم التصور الذي سيطرحه الجيش أو القوات المسلحة السودانية سيد أحمد طرح الجيش السوداني كان طرح واضح جدا منذ فترة منذ مايو الماضي القوات المسلحة السودانية كان طرحها واضح جدا بأن تخرج قوات الدعم السريع من المستلسات المدنية من منازل المواطنين حتى يتم التفاوض معها فلذلك أن في حالة عدم خروج هذه القوات من المنازل ومن المؤسسات المدنية فإن القوات المسلحة يعتقد لن يدخل في عملية التفاوض وأن الشعب السوداني لن يقبل ذلك أيضا باحتبار أن يتفاوض مع من يحتل منزله وسرغ ممتلكاته ودمر كل المؤسسات التي تقدم إليها الخدمة في حالة استجابة قوات الدعم السريع بانسحابها وتجمعها في معسكر محدد أو في منطقة محددة يمكن للقوات المسلحة أن تدخل في عملية التفاوض أضف إلى ذلك أن حتى الذين يدعوا إلى التفاوض هم الآن منذ فترة لم يثيروا هذا الأمر باحتبار وصلوا إلى قناعة أن قوات الدعم السريع غير جادة في عملية الجلوس إلى التفاوض فلذلك هناك تحركات من بعض الداعمين لها من السياسيين التحركات في بعض المدن والحواصم لممارسة دقوط على القوات المسلحة حتى تجلس مع قوات الدعم السريع ولكن القوات المسلحة تشدد على أن الشرط الأساسي للجلوس مع هذه الماليشية هو خروجها من المستشفيات من المنازل من كافة المؤسسات المدنية فإذا لم تستجب هذه القوات وخروجها من المؤسسات المدنية ومن المنازل فإن القوات المسلحة أعتقد أنها لن تدخل في عملية التفاوض وأن هذا هو شرط الأساسي الذي أعلنته القوات المسلحة منذ مايو الماضي نعم شكرا جزيلا لكم الكاتبين الصحفيين السودانيين السماني عوض الله وعماد سونوسي كنتما معنا في هذه الفقرة شكرا جزيلا لكم